السلام عليكم أخوتي ومرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد ومباراة جديدة و بالنسبة للموضوع اليوم سأتكلمون على مباراة القياد فوش تنبير 2023 إذا نخليكم معنا من الأول الفيديو حتى الآخر الفيديو لتشاهدون مباراة بزيان و لا تنسوا لايكات لكم و التعليق لكم إذا لديكم استفصال أو سؤال أو إضافة و لا تنسوا ما تريدون أن تزوروا هنا خاص إما فيسبوك أو إنستجرام لكي نجاوبوا فيه أي واحد إذا نخط ندخلوا مباشرة نتكلمون على المباراة اليوم بالنسبة للمباراة اليوم هي كما قلنا في الأول الفيديو أنها خاصة عن متدربين للوروج تستيلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية أي القياد يطلبين فيه 200 متدربا إذا نخط كما قلنا في كل مباراة أنتم عارفة القاعدة كيفاش أن الفيديو الأول يكون مطروح حول الشروط المشاركة وأيضا كنشرحوا في التفاصيل للمباراة تاريخ دياله وإعلان دياله وآخر إعلان دياله بينما الفيديو الثاني اللي كنطرحوا في نفس الموضوع اللي كيكون خاص عن طريقة تسجيل كيفاش إذا الفيديو ديالي يومنا ما فيش طريقة تسجيل بينما فيه غير يعني كإعلان كأخبار لكم بالنسبة لكي سابعوا لات القناة هذه كنديرولهم إخبار باش يعرفوا شنو كاين من الأخبار للمباراة اللي متبين وكذلك ممكن شوفوا التفاعل للفيديو والناس طاربين هذه المباراة غرف كنديروا طريقة تسجيل هاللي كتخرج طريقة كيفاش إذا الخص بالنسبة للفيديو نبدو أول حاجة بالشروط بالنسبة للشروط لهذه المباراة هذه ديال القياد السن 35 سنة على الأكثر إذا كما كتشوفوا الخط بثلت شوية نحية ديال السن اللي ولد بغا من 35 سنة على أكثر عند تاريخ إجراء المباراة والحاصلين على ديبلومات التي تخولوا لهم الحق في التوظيف يعني السلام عشرة كما كتشوفوا في هذه المباراة هذه تبدأ من إجازة فموفق إجازة ماستر يعني من فوق الإجازة فموفق وراكتكون أولوية لصحاب المستر اللي عندهم تجربة وهي وعدة نسبة كذلك لدى الحق للموظفين المرسمين والبالغين 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة تاهمة يسمح لهم أنهم يدوزوا أهرة المباراة هذه وبالإضافة إلى الطول فالطول يكون 1.60 بالنسبة للإينات و 1.70 بالنسبة للطول يعني أقل من هذا الطول هذا فغير مسموح له بالمشاركة في المباراة يعني بلايما تدورتكم بالنسبة للطول ناقص ولو غير بسنتيم يعني أترجاع بحاولاتكم وخاص بشتفوه هذا المرحلة كان لدينا انتقاء ومشي تدوز الكتابي ولكن هالوزن أرى ما كنت فقط غير بسنتيم وحد أترجاع بحاولك يعني بلايما تحمق لتكنت عنك طول الشارك معنك شي طول يعني طول رأة مهم بالنسبة كيفية المشاركة فحاليا لم يتم فتح الموقع تجيل بالنسبة للطاريخ الذي كان نصور معكم هذا الفيديو حاليا ما زال تجيل ما تفتح فقط شيء يتحل نهار طول 17 يناير 2023 إلى حدود الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الاربع 25 يناير 2023 وهي الفترة المبتدة للتسجيل في الموقع الإلكترونيا ومن بعد ما تسجله في الموقع الإلكترونيا وقد تدرسوا اللجنة المكلفة يعني بانتقاء الأولي كتخرج لائحة اللي هما مقبولة بالنسبة للوائح اللي هما مقبولة بالانتقاء الأولي ومن مراها شنو كتدير النت اللي هما كتقبله في انتقاء الأولي وكتني كيوالي شارجيو ديكت استمارة اللي تسجلتوا بها في الموقع كتولي تشارجيوها وكتكون واحد الفترة ممتدة اللي دارينا هنا من الاتين ستاة فبراير 2023 إلى غاية اليوم السفت 11 فبراير 2023 فهذا الفترة هادي شنو كيكون فيها هناك تعمل تجمع الواتائق اللي من بينها يعني ديكت استمارة اللي انتما تسجلتوا في الأول مرحلة اللولة كذلك نسخة من الشواهد العلمية المحصل عليها أيضا نسخة من كشف النوقات للسنة والدراسة بالإجازة ما يعادل بالنسبة للمترشي الحاصل على ديبلوم إجازة أو ما يعادلها أيضا بالنسبة لكذلك في عند المسترسة نفس الحاجة أي حاجة دفعتي بها هي اللي قدر فيها كشف النوقات نرام استثناء الباكالوريا لأن أصحاب الباكالوريا ما يعاني المسبوح لهم بتشجل فهذا المباراة هذه كان لأصحاب إجازة فما فوق أيضا كذلك نسخة من البطاقة الوطنية وصورة شمسية المترشيحة ونسخة حديثة العهد من القرار المعادلة بالنسبة لحاصلين على ديبلوم مسلمة مؤسسة العلية الأجنبي هذو الناس اللي هوا ما أخذوشي ديبلوم خارج المغرب وما اللي يخذو هاد النسخة يعني بلا ما تبرستو بيكم خديتي واحد الإجازة أو مستر داخل المغرب فأخذلك غير واطعق اللي ذكرناهم ساليفا إذا شنو كذلك جماعة الواطعق كاملين كاترسلهم إلى العنوان التالي اللي هو أعطل قاوة في الإعلان اللي أنا خليه لكم في صندق الوصف الرابط ديالو اللي أعديكم مباشرة الإعلان وقرأوا على راحتكم يعني إحنا بلا ما نسبقوا الأحداث شنو المرحلة الأولى المرحلة الأولى الخطوة وهي أننا نتسنو فوقشي تفتح لنا الموقع باش أننا نتسجلو تسجيل أول يعني بالموقع ومنتم ما عاد يجي حلا مرحلة اللي جاية وحنا معاكم في أي مرحلة خصوصا اللي شفنا أن المباراة هذي فيها طالب والناس يعني مواكبين ها أنا غادي نتبعوها معاكم حرفيا كما كتشوفوا بعض المباراة كتشوفوا نكن مواكبوهم بتفاصيل بالكل الشي ديالة كنحطوهم بشفاوي كتابي كيفاش أنك تدوس كتابي كيف تدوس شفاوي هذلك كنرقبوا النتائج كبقوا مراقبين ههم يعني تكيسالي ومباراة ديالهم كينجحوا لكن كنشوفوا أن شي مباراة غير ناس غير مطاعم ما فيش تفاعل فيديو فيش تفاعل ما فيش تفاعل المباراة فكتولي مباراة يعني عادية ما كنحطو غير ذاك الشي اللي علينا الشرط تسجيل كيفاش والسلام إذن خصو بلما نطوريكم بلاذ رخاوية مع تفاعلكم بلالو تسنونا في إن شاء الله جزء الثاني من هذ المباراة دي وصلى الله في رأسكم شوفكم إن شاء الله في فيديو جديد